هذا سائل يقول سماحة الوالد كثرة في الآونة الأخيرة الطعن في الآئمة وخبار العلماء لا تيما في عقائده ومن ذلك العلامة الألباني رحمه الله حيث ظهر من الجهة الأغرار من يرونه بالإرجاء فما قولكم في هذه الفرية وما قولكم في سماحة الشيخ الألباني قطعا للخلاف الواقع بين طلبة العلم وكبخا للتكنة وجزاكم الله الخيران رجعنا إلى الكلام الذي مره وهو تجريح العلماء والكلام في الناس وأن هذا من الجرح والتعديد هذا سلام لا يجوز في العوام كيف بالعلماء والشيخ الألباني توقفي إلى رحمة الله ونردو له المغفرة والرحمة وله جهود جيدة وعقيدته سليمة وإن وقع في شيء من الخطأ فالله يغفر له ولا يجوز إننا نبعث هذا الشيء وننشره بين الناس نعم